نروح لنورة ودي أول مرأة بتعمل بمهنة الجزار بالصعيد يعني حبينا بقى كده نشوف مثل إيجابي في آخر أخبارنا نورة تورست المهنة عن والدها وقامت بالعمل في مهنة الجزارة بقرية المحروسة بالترامسة محافظة إنا شوفوا يعني هي ما رديش أن هي تقفل المحل ونورة معانا على التليفون نورة مساء الخير نورة فندم إزاك يا نورة هي عاملة فندمية أخبارك الحمد لله إيجاد عانا دي يا نورة إيج الله خليك يا فاشي بجد يعني أنت نقول من الستات الجدعة مهنة الجزارة دي صعبة يعني إحنا أصلا حتى في البيت بما بنيجي نقطع اللحمة بتوجع إيدينا فمشاء الله عليك يشايفك يعني مسكها وبكل قوة يعني لا دي أنا خطى بكل قوة يعني في الكل طيب قوليلي دي كانت ده محل والدك ودي كانت مهنة والدك الله يرحمه لا هو في أبو يعيش بس أنا خطى مهنة والدي يعني وخطى بخلاص كده وحبت المهنة وبجيت نشطة خالص دي وبجيت أعمل زي والدي وأكتر من والدي يعني في اللي فيها يعني طب نورة قوليلي يعني إيه الصعوبات اللي بتقابلك في المهنة دي يعني كل مهنة لها صعوبات بس هي عشان أنا فيه أنت ما فيش صعوبات خالص في الكل ما فيش إيه؟ ما فيش أي صعوبة يعني ما فيش أي صعوبة خالص طب يعني مش بتروحي بالليل كده حسن ندرعاتك وجعاكي ولا تعب جسماني ولا مثلا الناس بتدخل عليكي المحل يعني ممكن تدايقك بأي شكل من المدايقات يعني الناس التكل مش بيجاء ندرع عشان أنا قدرت علىه وتدربت كتير والزباين برضا ما فيش حد بايدا يجني عشان عارفة زبون اللي هو بايدا يجي بكل إخلاص بيش بايدا يجني يعني باقدر أمور بكل بسط يعني أنت أكيد معروفة في المنطقة يعني بتبقوا أهالي كلكوا عارفين بعض عارفين بعضنا في الكل عارفين بعضنا في المنطقة كلها والدينة كلها عارفان يعني هايل طب قوليلي بايا نورة يعني لو قلتلك رسالة تقوليها للستات اللي قعدة في البيوت ومحتاجين فلوس في نفس الوقت والشباب اللي مش عايز يشتغل كمان مستنين الدولة تعملوا حاجة تساعدوا ومش عاجبوا كل المهن اللي بتتعرض عليه تقولي لهم ايه بقى كده باستة جدعة بقى سعودية يعني أقولوا مش تغلي عشان بيتكم تستطروا وتعرفوا دي يجيبوا كل اللحم يعني لأولاد وكدي ويعني الشغل مش اييهب بالزبط الشغل مش اييهب يعني لسهت المرأة ولا الراجل يعني عشان خاطر يجي يكل اللحمة على صورة حضروا وإعني يعنيub أقولهم كده يعني طب قوليلي يا نورة مين بيساعدك في المحل والله يعني أنا بحييكي لأنه المهنة ديت يا مهنة رجل لأن المهنة الصعبة بتبقى دايما للرجل يعني أنا بحييكي بصراحة وزي ما أنتم شايفين يعني أنت أحسن لما تشتغلي أحسن ما تمدي إيدك وتستلفي من حد لا أنا عندها أشتغل وأجيبها من عرق جابيني وما ستلش من أي حد تكفر عاني يعني هما دول الستات بقى اللي بمئة راجل يا جماعة اللي تنزل وتشتغل وتكتهد وزي ما أنتم شايفين بتقطع اللحمة إزاي بكل قوة ويعني ربنا يديك الصحة يا نور شكرا يا نور احنا حبينا أن احنا نختم أخبارنا بمثل إيجابي وحاجة مبهجة للست المصرية الست اللي بتعوز تعمل حاجة بتعملها صعبة أو سهلة بس بتعملها ويعني في ستات بمئة راجل بتعمل اللي هي عايزة وبتوصل اللي هي عايزة ونورة كانت منهم وأتمنى لو أي واحدة بتشتغل أو بتمتهن أي مهنة صعبة تبعت لنا علشان ده شيء إيجابي وشيء مفرح بدل ما هي تروح تستلف أو تشحت أو تعمل أي حاجة للحصول على المال نزلت بنفسها وزي ما أنتم شايفين وقفة وقفة رجالة أيها دي